رب العالمين لنسير في بحر القرآن الكريم ليقف كل إنسان عند حده وعند منتهاه ليعلم بأن هذه الدنيا بما فيها وبمن عليها إنما هي زائلة إنما هي واهية إنما هي دار ممر وليست دار مقر تعالوا بنا نقفوا مع حاسبوا أنفسكم ولا تنسوا ذكر الله حاسب نفسك ولا تنسى ذكر الله أيها الإنسان أيها العبد حاسب نفسك ولا تنسى ذكر الله لأن الذكر هو منشور الولاية تعالوا بنا نقفوا حول قول الله جل وعلا في وصية قرآنية من رب العالمين يوصي فيها الحق جل وعلا المؤمنين الموحدين أن يتبعوا هذا المنهج وهذا الطريق وأن يسيروا على هذا الضرب حتى يصلوا إلى مرادهم والمراد هو رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة بل والفوز بالجنة الله يقول جل وعلا في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نداء من الله لمن لمن صار على المنهج واتبع الطريق فآمن بالله ربا ووحد نبيه متبع فآمن بالله وبرسوله بل وبرسوله وكتبه والأنبياء والمرسلين وصدق الله يقول يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وصدقتم بنبيه واتبعتموه اتقوا الله وصية من الله في بداية الآية للمؤمنين وحينما ننظر إلى قرآن رب العالمين نجد بأن الله حينما ينادي على المؤمنين يأتي بنداء المحبة ليبين لهم بأن وراء هذه المحبة نجاه طوك نجاه وأن وراء هذه المحبة إكرام من المحبوب جل وعلا إكرام من الله للمحبين للعاشقين للذين ذابوا في اتباعهم لربهم فقال الله يا أيها الذين آمنوا على الفور يقول المؤمن نعم يا رب دون نقاش ودون مجادلة ودون حوار لأن الله جل وعلا حينما يوجه نداء للمؤمنين يأتي وراء هذا النداء تكليف ووراء هذا التكليف تشريف ووراء هذا التشريف فوز عظيم ونجاة من النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أمر من الله لجميع الناس لجميع المؤمنين ليس للناس لجميع المؤمنين أن ينظروا إلى أنفسهم وفي أنفسهم ماذا قدموا وماذا عملوا ماذا فعلوا في هذه الحياة الدنيا ماذا أنتجوا ماذا زرع الإنسان إذا زرع خيرا حصد خيرا وإن زرع شرا لا يحصد إلا إيه إلا شر ولذلك والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خابث لا يخرج إلا نكدا